أعلنت أكثر من 16 توكالة ومنظمة أمريكية توجهها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوثة الرئاسية الخاص لشؤون المناخ جون كاري يترأس الوفد الأمريكي ويرافقه عدد من كبار المسؤولين أضفت أن الوفد الأمريكي المرافق يدوم وزير الخارجية أنتوني بلانكين ووزيرة الطاقة والرئيس التنفيذية لشركة ميلينيوم تشالنج الحكومية ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني ومدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية